بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ده جهاز اللي يتبقى يا شباب الاسي الجين نتو قلنا الجهاز بكوة ربعمية وخمسين ميجا الجهاز اسي عبارة عن طبق سلاسي ثلاث قطع واحد اثنين ثلاثة تمام قلنا الجهاز يعني من الاجهزة القوية جدا ومن الاجهزة الافضل من الناو ستيشن الام فاي في الاسي الجهاز زاوية ديئة زي ما قلنا وعارفين بس جهاز قوي فيه البس زاوية قلنا اي طبق بيكون زاوية المفروض ان يبقى فيه الطرفين الارسال او الاستقبال نفس الارتفاعات عدم وجود عوائق زي ما اتكلمنا واختيار تردد كويس ده جهاز اللايت بيم قلنا من الاجهزة الجميلة جدا جدا اللي بتشتغل فيه جميع الاماكن كلمنا وعرفنا ان احنا لازم علشان نستفاد بالربعمية وخمسين ميجا ان احنا نشتغل بجهازين فقط لا غير يعني واحد يكون ارسال والتاني استقبال اكسيس بوينت والتاني استيشن عندك صوفت وير بفتح دولة لسنسد تشتغل عليها جميع الترددات واتكلمنا ان اجهزة اللايت بيم اجهزة موجهة اجهزة بتعمل فيه جميع الاماكن المناطق الزراعية المناطق الصحراوية زي ما انتوا شايفين تجويف الطبق وقلنا الجهاز يعني في بعض الاكسسوارات وبعض اهو عندك هنا ميزان باقي مية علشان تزبط الجهاز او تزبط نصرتك وتربط الطبق كويس باربع مسامير على اليمين واربع مسامير على الشمال وزي ما انتوا شايف يعني فكرة الطبق جميلة وعندك المصطرة بتاعتك تبدأ تزبط الزوايا وتسبت شغلك كويس بدون اي مشاكل وتدخل تبرمج الجهاز كارت اللان بتفتح من تحت هنا يا شباب اهو لشان الاعضاء اللي ايه ده كارت اللان بتاع الجهاز وعندك زرار الريسيت كده شفنا جهاز اللايت بيم التلاتة وعشرين زي ما اتكلمنا واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته